الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد في اللقاء الرابع والأربعون من شرح أسماء الله الحسن نتكلم عن اسم جديد من أسماء ربنا جل في علاه هو اسم الله الرقيب فما معنىه في اللغة وما وزنه الرقيب على وزن فعيل ولكن بمعنى فاعل والمعنى أي أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمراقبة والرقابة تأتي بمعنى الحفظ والحراسة والانتظار مع الحذر والترقب في القرآن الكريم ربنا يبين ذلك يقول في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد رقيب بمعنى يراقب ويرصد وعتيد يعني حاضر لا يغيب ومنه قوله إني خشيت أن تقول فرقة بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قول هارون لموسى عليه السلام فهو كان يراقب ويرصد وهو حاضر معهم أيضا عبد الله بن عمر يقول أن أبا بكر رضي الله عن الجميع قال رأ ارقبوا محمدا في أهل بيته أي احفظوه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله على آل بيته صلى الله عليه وسلم فالرقيب الموكل بحفظ الشيء المترصد له رقيب القوم حارسهم رقيب الجيش طليعتهم والرقيب الأمين وراقب الله تعالى في أمره أي خافه سبحانه وتعالى هل ورد هذا الاسم الرقيب في القرآن الكريم؟ نعم ثلاث مرات في الأولى في سورة النساء قال ربنا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا والثانية في سورة المائبة حكاية عن عيسى عليه السلام فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وفي سورة الأحزاب الثالثة قال ربنا وكان الله على كل شيء الرقيب فما معنى الرقيب في حق الله؟ معناه هو الذي يراقب أحوال العباد ويعلم أقوالهم ويحصي أعمالهم وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى يرصد أعمال العباد وكسبهم عليم بالخواطر التي تدب في قلوبهم بيرى كل حركة أو سكنة في أبدانهم ووكل ملائكته بكتابة أعمالهم وإحصاء حسناتهم وسيئاتهم وهو المطلع على ما تكنه الصدور والقائم على كل نفس بما كسبت الذي حفظ كل المخلوقات على أحسن نظام وأكمل التدبير وهو رقيب على الأشياء ببصر الذي لا تأخذه السنة ولا نوم وهو رقيب على الأشياء بسمعه المدرك لكل حركة وكلام لكن مراقبة الله تعالى لخلقه مراقبة عن استعلاء فوقية وقدرة فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه له الملك كله وله الحمد كله وإليه يرجع الأمر كله جل في علا تصريف الأمور كلها بيديه مصدرها منه ومردها إليه سبحانه مستوى على عرشه لا تخفى عليه خافية عالم بما في نفوسنا مطلع على سرنا وعلى نيتنا يسمع ويرى يعطي ويمنع يثيب ويعاقب يكرم ويهين يخلق ويرزق يميت ويحيي يقدر ويقضي يدبر أمورا الكون مراقبته لخلقه مراقبة حفظ دائمة وهيمنة كاملة وعلم وإحاطة سبحانه وتعالى أما المراقبة في حق السالكين إلى الله هي صفة من صفات السالكين إلى الله الذين يرجون رحمة الله وهي دوام العبد دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع الله تعالى على ظاهره وبطنه استدامة هذا العلم واليقين به هي المراقبة وهي ثمرت علمه بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على عمله فمن راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه ابن القيم يقول المراقبة هي التعبد بأسمائه الخمسة الرقيب الحفيظ العليم السميع البصير ثم قال فمن عاقل هذه الأسماء وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة المؤمن الحق من إذا خلى بما يحب من المحرمات وقدر عليه تذكر وتفكر وعلم أن الله يراه وناظر إلى مراقبة الحق جل وعلا فاستحي منه إن أبا ذرن الغفاري رضي الله عنه قال قرأ الرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال قرأها حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون أطط السماء تسرخ وحق لها أنطأت ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذثتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تعالى معنى الحديث لو علمتم ما أعلم من عظمة الله جل في علاه وانتقامه ممن يعصيه لطالبوا بكاؤكم وحزنكم وخوفكم مما ينتظركم ولما ضحكتم إلا قليلا إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتكلمون عن المراقبة وعن معانيها فمنهم من يقول المراقبة هي علم القلب بمراقبة الرب علم القلب بمراقبة الرب والثاني يقول والله إني لأستحي أن ينظر الله في قلبي وفيه أحد سواه كانوا مفرغون قلوبهم إلا من الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ذنون المصري يقول علامة المراقبة إيثار ما أنزل الله وتعظيم ما عظم الله وتصغير ما صغر الله ضع كل شيء في مكانه كما يريد من الله سبحانه وتعالى وبعض السلف كان يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته جل في علاه الإمام الشافعي رحمه الله قال أعز الأشياء ثلاث الجود من قلة فقير وجوات كريم والورع في خلوة يعني يكون بعيد عن المحرمات وإن كان قادرا عليها في خلوته وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف عند سلطان جائر المراقبة هذه لها أحوال مراقبة العبد في الطاعة أن يكون مخلصاً فيه مراقبة في المعصية تكون بالتوبة والندم والإقلاع عن الذنب فكلما ورد الذنب على خاطره يستعيذ بالله منه ويبعث على وجل قلبه فيكون دائماً وأبداً منيب إلى ربه كثير الرجوع إليه ومراقبة في المباح تكون بمراعاة الأدب والشكر على النعم فإنه لا يخلو من نعمة لابد له من الشكر عليها ولا يخلو من بلية لابد من الصبر عليها كل ذلك لا يكون إلا بالمراقبة التوسع في المباحات يبعث على الذنب لا محالة لماذا؟ لأن النفس تضغى بذلك وهي لا تأمر بخير أبداً ثم تأتي مرحلة المراقبة بعد العمل هو أن يكون قلبه وجلاً ألا يقبل عمله وهذا من تمام المراقبة قال تعالى في سورة المؤمنون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون المؤمن دائماً بيحترس ويحضر من خواطره مراقبة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن يحضر الإنسان من خواطره ليه؟ لأنها نقطة بداية لأي عمل وذلك أن لا يسبح مع الخاطر ولا يطلق لخياله العنان ويدع نفسه تسرد في كل ما تشتهي وتتمنى إنما كلما راودته تلك الخواطر اللي خواطر المعصية أو الخواطر السيئة وأحلام اللي يخذ تحرك واشتغل اشغل نفسك بأي عمل حتى لا تسبح بخيالك بعيداً عن هدفك وما راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه وليعلم كل واحد فينا أن علينا شهود أربعة الشاهد الأول قل أي شيء أكبر شهادة قل الله هو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قريب مننا بسمعه وبصره وعلمه وإحياطته وقدرته علينا سبحانه وتعالى قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيط قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن عباس خائنة الأعين هو الرجل يكون جالساً في القوم فتمر المرأة فيسارقها النظر يسارقها النظر ومن غير محد يشعر ممن حوله هذا الشاهد الأول ويكفيه به شاهد جل في علاه الرقيب سبحانه وتعالى الشاهد الثاني الملائكة الذين يكتبون علينا الأعمال ويسجلون علينا الحسنات والسيئات قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ويوم القيامة يقول ربنا في صورة الكهف ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد يقول ربنا في صورة الزخرف أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فلا بد أن ننتبه ولا بد أن يستحي من الملائكة كما تستحي من الملائكة قال صلى الله عليه وسلم إن معكم من يستحيوكم فاستحيوهم عند الخلائي وعند الجماع الملائكة الأمر الثالث الرقابة الثالثة الجوارح اليدان القدمان اللسان العينان الأذنان وسائر الجلود يوم القيامة ستشهد علينا وتكشف الأسرار وتخبر بالفضائح والجرائم التي فعلناها في أيامنا السابقة لذلك العاقل يتوب حتى ينسي الله سبحانه وتعالى هذه الجوارح الذنوب قال تعالى في صورة يسين اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقال ربنا في صورة النور يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فاستخدم جوارحك في طاعة الله الشاهد الرابع الأرض التي نمشي عليها هذه الأرض يوم القيامة ستتحدث وتتكلم فيه بما عملنا قال تعالى يومئذ تحدث أخبارها فصرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول أتدرون ما أخبارها؟ قال الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا فهذه أخبارها والحديث حسن عند الترمذي طيب هل هناك فرق بين المراقبة والإحسان؟ المراقبة بتشمل المراقبة في الطاعات وفي المعاصي وفي المباحات والإحسان بيشمل المراقبة في الطاعات والعبادات فقط يبقى المراقبة زيادة في المباحات قال صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يعني أرد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبة العبد ربه سبحانه وتعالى في إتمام الخشوع والخضوع والإحسان أعم من المراقبة من جهة أخرى الإحسان يطلق على الإحسان إلى الخلق بالإنفاق ووجوه البر قال ربنا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا السلف الصالح في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى أورد لنا قصصا من المراقبة وكذلك في السلف الصالح قصصا كثيرة في قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز وهو شاب يمتلئ قوة وشبابا وشهوة تدعوه امرأة ذات منصب وجمال وفي حال خلوة بعيدا أن عيون الناس لا رقيب عليهما من البشر لا يخاف من أهلها وأقاربها ولا يخاف من أهلي وأقاربه بل هي التي تدعوه لم يحتج إلى التفكير ومع ذلك يقول إني أخاف الله إني أخاف الله ما الذي حمله على ذلك وهو في خلوة إنها مراقبة الله سبحانه وتعالى تذكرة باطلاء الحق عليه فترك فيترك المعصية عندما يتذكر العبد أن الله يراه يتعد عن المعصية فكذلك يوسف عليه السلام علم أن الله مطلع عليه فكان لسانه وقلبه جارح يقول إني أخاف الله ترك المعصية لله عز وجل عبد الله بن عمر وراعي الغنم يقول نافع قال خرج ابن عمر في بعض نواحي المدينة ومعه أصحاب له ووضعوا صفرة له يعني هيكلوا فمر بهم راعي غنم قال فسلم فقال ابن عمر هلما يا راعي هلما فأصب من هذه الصفرة تعالى كل معانا فقال له إني صائم قال ابن عمر أتصوم في مثل هذا اليوم الحر شديد سمومه وأنت في هذه الجبال ترعى هذا الغنم قال له إيو الله أبادر أيام الخالية فقال له ابن عمر وهو يريد يختبر ورعه فهل لك أن تبيع ناشاة من غنمك هذه فنعطيك ثمنها ونعطيك من لحمها فتفطر عليه تفطر عليه فقال إنها ليست لي بغنم إنها غنم سيدي قال له ابن عمر فما عسى سيدك فاعلا إذا فقدها فقلت أكلها الذئب فولى الراعي عنه وهو رافع أصبعه إلى السماء وهو يقول أين الله قال فجعل ابن عمر نردد قول الراعي وهو يقول قال الراعي فأين الله لما قدم عبد الله بن عمر المدينة بعث إلى مولاه فاشترى منه الغنم والراعي فأعتقى الراعي ووهب له الغنم انظروا المراقبة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه جذير بالذكر اشتهار القصة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصواب روايتها أنها عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كذلك عمر وبنت بائعة اللبن عندما كان يتجول وسمع الأم بتقول لبنتها اخلط اللبن بالماء شو بيه بالماء عتى يزيد ونكسب أكثر قالت إن عمر نهى قالت إن عمر لا يرانا قال إن كان عمر لا يرانا فأين رب عمر فإن ربنا سبحانه وتعالى يرانا علم البيت عمر بن الخطاب وسأل أبناؤه من منكم يريد الزواج ثم زوجه هذه الفتاة فأنجبت فتاة وأنجبت هذه الفتاة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هكذا المسلم المسلم دائما يجعل خشية الله تكون نتيجة للمراقبة دائما لولا خشية الله سبحانه وتعالى لولا المراقبة لما وجدت الخشية كان عمر بن الخطاب يطف في ليلة من الليالي في المدينة فسمع امرأة تقول ألا طال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزعزع من هذا السرير جوانبه ما خافت ربي والحياء يردني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفسنا لا يفثر الدهر كاتبه فسأل عمر نساء كم تصبر المرأة عن الرجل فقلنا شهرين وفي الثالث يقل الصبر وفي الرابع ينفذ الصبر فكتب إلى أمراء الأجناد ألا تحبيسه رجل عن امرأته أكثر من أربعة أشهر كان زوجها في الجهاد فعند ذلك أمرهم أن يرجع إلى زوجته كل واحد منهم لا يزيد عن أربعة أشهر عامر بن عبد قيس كذلك يقول عن أبي عبدة العنبري لما هبط المسلمون المدائل وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض بيجمع الغنائم فقال الذين معه ما رأينا مثل هذا قط ما يعدله ما عندنا ولا يقارب يعني هذا الحق فيه أشياء وزخارف وذهب ويقوت وضر عجيب جدا فقال له أخذت منه شيئا فقال أما والله لولا الله ما أتيتكم به فعرفوا أن للرجل شأنا فقالوا من أنت فقال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني أحمدوا الله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجل حتى انتهى إلى صحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس رحمه الله ورضي الله تعالى عنه كيف نربي أبنائنا على المراقبة وأنفسنا سهل التستري مع خاله يقول سهل بن عبد الله التستري كنت أنا ابن ثلاث سنين أقوم الليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن صوار فقال لي يوما ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت كيف أذكره قال قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك الله معي الله نظر إلي الله شاهدي الله معي الله نظر إلي الله شاهدي فقلت ذلك ليال ثم أعلمته فقال قل في كل ليلة سبع مرات فقلت ذلك ثم أعلمته فقال قل ذلك في كل ليلة إحدى عشر مرة فقلته فوقع في قلبي حلاوته فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك وذم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري ثم قال لي خالي يوماً يا سهل من كان الله معه وناظراً إليه وشاهده أيعصيه إياك والمعصية رحمهم الله ورضي الله عنهم لما جاء الرجل إلى إبراهيم بن أذهم وكان رجلاً عاصياً قال يا أبا إسحاق إني رجل مسرف على نفسي بالذنوب والمعاصي فأعرض علي ما يكون زاجراً لي عنها وهادياً لقلبي قال إبراهيم إن قبلت مني خمس خصال وقدرت عليها لم تذرك مع صياقة ولم تبقك لذة قال الرجل هات يا أبا إسحاق قال أما الأولى إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال الرجل من أين أكل وكل ما في الأرض من رزقه قال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل رزق الله وتعصيه قال لا هات الثانية قال إبراهيم يا هذا إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئاً من بلاده قال الرجل هذا يا أعظم من الأولى يا أبا إسحاق إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له تعالى فأين أسكن قال هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده ثم تعصيه قال لا هات الثالثة قال إبراهيم إذا أردت أن تعصيه وأن تتأكل رزقه وتسكن بلاده فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فأعصيه فيه قال إبراهيم كيف هذا ومطلع على ما في الصرائر والضمائر قال يا إبراهيم قال إبراهيم يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن في بلاده وتعصيه ويراك ويرا ما تجاهره به قال الرجل لا هات الرابعة قال إبراهيم إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً وأعمل عملاً صالحاً قال الرجل لا يقبل مني ولا يؤخرني إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال إبراهيم يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلص قال هات الخامسة قال إبراهيم إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم وقال الرجل إنهم لا يدعونني ولا يقبلون مني قال إبراهيم فكيف ترجو النجاة إذن قال الرجل يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه ثمار الإيمان بإسم الله الرقيب أولا يجب على المكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراه ويراقب حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله ويرى سره وعلانيته لا يخرج أحدا من خلقه عن ذلك وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه في سورة البقرة اثنين استشعار مراقبة الله من علم أن الله رقيب على حركاته وجوارحه مطلع على سره وعلى نيته ومعاملاته وعباداته وسائر حياته يكون ذلك صلح دنياه وآخرته بل بلوغ أعلى درجات الإيمان التي قالها صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وفي الحديث اتق الله حيثما كنت يعني في السر والعلانية ويوصي أبو ذر صلى الله عليه وسلم يقول أوصيك بتقوى الله في السر في سر أمرك وعلانيتك الجنيد يقول بما يستعان على غض البصر قال بعلمك أن نظر النظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه يا مذنب الذنب أما تستحي الله في الخلوة ثانيك غرك من ربك إمهاله وسطره طول مساويك إذا همت النفس بالمعصية فذكرها بنظر الله لا يكن إلا أهوان النظرين إليك إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة والنفس داعية إلى الإصيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني الأمر الثالث المواظب على الطاعات كثرة الأعمال الصالحة من فرائد ونوافل تقربنا إلى الله مما يبعث فيه على الإزدياد في الإيمان وطاعة ربنا وترك المعصية الأمر الرابع العبادة في السر أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء ومن ثوابها كمان من السبع الذين يظلهم الله في ظله إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله رجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحبى في الله اجتمع عليه على ذلك وافترق عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين الأمر الأخير كثرة الدعاء نسأل الله العظيم تسأل الله العظيم أن يرزقنا ونسأل الله العظيم أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة قد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونحن كذلك مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نسألك يا الله خشيتك في الغيب والشهادة اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا